اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على الدور الوطني لقوة دفاع البحرين في المحافظة على سيادة واستقلال مملكة البحرين وتحقيق الأمن والاستقرار فيها منوها إلى استمرار استراتيجية التطوير والتحديث لقوة دفاع البحرين لمواصلة أداء دورها الوطني وفي تعزيز أمن واستقرار المنطقة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والتي تحظى باهتمام ودعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه لخير وصالح وطننا العزيز ونوها سموه حفظه الله بما يقوم به منتسب قوى الدفاع البحرين بقيادة معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوات دفاع البحرين من أدوار مشرفة سطروا خلالها أعلى قيم الولاء للوطن والقيادة الحكيمة وتفانيهم الدائم في تنفيذ المهام المنوطة بهم على المستويات المحلية والإقليمية والدولية بأعلى درجات المسؤولية والانضباط إلى جانب ما يعكسونهم من سمعة طيبة خلال مشاركتهم في المناورات والتمارين والدورات العسكرية مع إخوانهم من الدول الشقيقة والصديقة جاء ذلك لدى زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد ناب القائد الأعلى ناب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله اليوم إلى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين حيث كان في الاستقبال معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوات دفاع البحرين وسعادة آل فريق الركن يوسف بن أحمد الجلهمة وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن ذياب بن سقر النعيمي رئيس هيئة الأركان وعدد من كبار الضباط وخلال الزيارة قدم لسموه حفظه الله إيجاز عن الخطط والبرامج ومستويات الجاهزية القتالية والإدارية لقوة دفاع البحرين حيث أشاد سموه بالمستوى المشرف الذي وصلت ليه قوة دفاع البحرين وبالجهود والإسهامات التي تقوم بها في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر